اشتركوا في القناة جاء على حساب أولمبي كوريبغا بهدف دونرت سجل في الوقت البديل من عمر المباراة يوسف دايو من نقطة الجزاء رفع نقاط النهضة إلى 6 في المركز الثالث عشر مدرب الفريق عبدالحق منشيخة تحدث بعد المباراة كانت مباراة فيها ضغط كبير كانت ندية كبيرة فريقي دفع مزيان حاولنا نصبره قلنا اللاعبين لازم صبر لازم يتريته في اللعب دومينينا يعني غلبية فترات المباراة الوقت اللي رجعنا رجع الفريق بعشر لعبين صعبت المموري والناس كل تعرفين اللي لعبت الكورة تفهم أنك تكون ايكيب قديس صعب الفريق لأخوة لأننا احنا يبدأ التسرع في راسهم والفريق الخصم واقف مزيان في الدفاع ويلعبوا لي كونت عبدالحق بن الشيخ المدرب الجزائري لفريق نهتة بركان بينما استمرت معاناة أولمبيك خريبغا يملك نقطتين فقط في المركز قبل الأخير هذا انفرد الجيش الملكي باستدارة الترتيب بعد فوزه على حسنية أقادير بهدفين لواحد انتصار يدين به الفريق العسكري لمحترفه جيدين جنادو الذي سجل في الأنفاس الأخيرة من المباراة منحا الفريق العاصمي كورسي الريادة بخمس عشرة نقطة بفارق نقطة عن الودادة الذي يلعب السبت أمام ملودية وجدة اليوم لحساب نفس هذه الجولة السابعة حطنجا يصدف المغرب الفاسي في أخبار الدوليين المغاربة عاد أمس نيفاكرد لتباري من جديد بعد تعافيه من الإصابة مدرب ويستهام دافيد مويس أشرك أكرد في مباراة فريقه أمام سيلك بورغ لحساب دور المؤتمر الأوروبي أكرد خاد 76 دقيقة كأساسي خبر صار للنخب المغربي وليد الرجراجي الذي يستعد لإعلان اللائحة النهائية التي تخوض المونديال المرتقب بقتل اندلاقا من العشرين من نومبر المقبل علاقة بكورة القدم الأفريقية أعلن الاتحاد الأفريقي أن تحديد البلد المستضيف لنهائية كأس الأمام الفين وخمسة وعشرين سيكون خلال اجتماع مكتب التنفيذي في الحشر من فبراير المقبل وحدد الكاف يوم الحدي عشر من نومبر المقبل كموعد أقصى لتسلم خطابات الدول الرغبة في الترشع على أن يكون تقديم الملفات النهائية في موعد أقصى السادس عشر من دوشمبر كرة القدم الأوروبية الآن البداية بنتائج الدور الأوروبي حيث بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزية لدور الإقصائية بفوزه على ضيفه شيريف تيراسبور المولدوفي بثلاثة أهدف نظيفة في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة ورفع اليونايتد رسيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفرق ثلاث نقاط خلف ريال سوسيداد الإسباني المتسدر الذي فاز على أمون نويا القبرصي أما في المجموعة الأولى سقط أرسنال على ملعب مستدفه بيس فيندهوفن بهدفين دون رد ليرفع الفريق الهولندي رسيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني خلف أرسنال بفرق نقطتين وفي المجموعة الثالثة حسى ماريال بيتيس الإسباني استدار بعدما تغلب على مطيفه لودوغوريتس البرغالي بهدف دون رد حمل توقيع الفرنسي نبي الفقه كما قطع لاتسيو شوضا نحو التأهل إلى دوري المقبل حين تغلب على ميتلاند الدنماركي وفي إسبانيا بعد صدمة الخروج المبكر من مسابقة دورة أبتالي أوروبا خرج رئيس برشلون جوال لابورتا ليدافع عن مشروعه رفقة المدرب تشافي إرنانديس لابورتا جدد ثقته في تشافي مطالبا الجماهير الكتالونية بمزيد من الوقت من أجل تحقيق ما تصب إليه إدارة النادي كما أكد أن الفريق سيجري بعض الانتدابات خلال المركات والشتوي من أجل تعزيز بعض المركز كما شارت تقارير إعلامية مقربة إلى رغبة المدير الرياضي ماتيو أليماني تخلص من الثنائي جيرار بيكي وجوردي ألبان تلاقى من شهر يناير المقبل ونختم من إيطاليا تعرض المدافع الإسباني بابلو ماري لعب مونتسا لاعتداء بالسكين الخميس في أحد المركز التجارية بمدينة ميلانو الإيطالية وذكر موقع سكاي سبورتا الإيطاليان المدافع الإسباني كان يوجد في المركز التجاري عندما اعتد شخص على عدد من الموجودين في المكان وأشارت بعض التقارير إلى وفاة أحد المصابين ووقوع إصابات عديدة وفاة ذات المصدر بأن المدافع نقل إلى المستشفى رفقة بقية المصابين السبعة والدقيقة السادسة عشرة أعود مباشرة